أنا ما أعرف قيمة البضاعة يعني ممكن يكون عندي هامش من الربح ما أعرف كيفية ترتيب حساب الزكاة أو تقييم البضاعة أخوي عبدالله بارك الله فيك يعني بالنسبة لي عروض التجارة الزكاة تكون بالقيمة السوقية وليس الدفترية ليست قيمة الفواتير قيمة الشراء وإنما قيمة البيع قيمة البيع أنت الآن عندك محل هذا المحل حينما يحول عليه الحول يمر عليه 12 شهر قمري تجرد ما في هذا المحل يسمونه جرد وهي تحسب كل ما هو موجود في هذا المحل بسعر البيع وليس بيع سعر الشراء فإذا اشتريت السلعة بدرهم وانت تبيعها بدرهمين تحسبها بدرهمين تحسبها بدرهمين هذه عروض التجارة هذا عرض يعرض ويزول قضية والله تقول أنا احتمال يعني مثلا أني ما أبيع احتمال هذه احتمالات واحتمال تبيع ولذلك الأصل أن هذا المال هذا المال اللي موجود اللي هو التجارة ما دام حال عليه الحول وليست بضاعة كاسدة ليست بضاعة كاسدة وإنما بضاعة رائجة يجب عليك أن تجرد المحل كاملا بما فيها ما هو موجود في المستودعات وتخرج زكاته تخرج ربع العشر بارك الله فيك وهذا لا بد أن تعلم بأنه تزكية لهذا المال كما هو تزكية لنفسك وأيضا نماء وزيادة بحول الله تعالى والله يبارك للإنسان ترجمة نانسي قنقر